شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من رسم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر واحد في ميناء دميات وتم توقيع الاتفاقية بين هيئة ميناء دميات وتحالف أوروبي يضم شركات يوروغيت ألمانيا وكونشيب إيطاليا وهاباج إلويد للخطوط الملاحية العالمية ويعد المشروع الأول من نوعه في تاريخ صناعة النقل البحري واللوجستيات في مصر وسيقوم التحالف الأوروبي بدخل استثمارات بقيمة نصف مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع